انا ده. هتعى ربيتك. هتعى ربيتك. انا بقيت. يا لأ. تعال هيدا. شده يا جماعة ان انا حاطت منتج. مش حاط عليه سعر. السلام على الزكاء. مخصوم منك نص يوم. عشان اللي انت بتعمله ده. سعب الناس كده وعمليني يشتكوا كشير مليان. سرع شوي. انا لو جي ما كده تكتك هخلص الدنيا على طول في ثاني. انت بتطول ليه? ما تبصرش كده. مخصوم منك نص يوم. وعشان البصة دي مخصوم منك نص يوم تاني. يعني ما فيه يعني مخصوم منك اليوم كل. سلام عليكم ورحمة الله. بكاتة النهاردة يا جماعة عندنا فيديو جديد من محاكي السوبر ماركت. النهاردة يا جماعة شايفين رقم الفودة? نعم الف وسبعمية سبعة وستين دولار. حرفيا انا اشتغلت وقت طويل اوى عشان ادري تجمع المبلغ ده. فا وكمان برضو انتو شايفين رفوف كلها مليانة كل حاجة مملية على اخرها. وكمان برضو في كتير منكم اللولي خلي نفس السعر على نفس السعر خلي سعر المتجاب بتاعتك على نفس السعر السوبر ماركت. ويب انا عملت كده فعلا تستنى بس اعدت ده بس ايوا. عملت كده عدلت كل الاسعار على نفس السعر السوبر ماركت او قريب منها قوي الى بقى لو فيه كسور بقى اه حداشر فاصلة اتنين فاصلة واحد فاصلة فلا قلت بلاش الكسور ده عشان ما يجيش حد يعاوز مسلا يطلب مني فكة في الكشيرو على الكلام ده كل. المهم ان انا زبطت مكانه هوت جمعت المبلغ حلو. واه صحيح شاريت اضاءة كمان. اه شاريت اه تلات لومت. شاريت لمبتين. عارفت اشتريهم من فين شاريتهم اشتريهم من الفرنتشارز. اه يب شاريت منهم اه شاريت اتنين هنا. فانا هشتري اتنين برضو. هي رأيكم. يلا اشتري اتنين بالمرة. نحطوه. تمام. اتوقع كده كويس مش هنحتاج نشتري لومت تاني اللومت حرفان كتير قوي يعني اهو. شايفين المحل بقى منور اهو. يعني اتوقع مش هنحتاج لومت تاني يعني. المهم ان شاء الله النهاردة هنعمل تقدمات كتير قوي جمعت المبلغ ده عشان هنعمل حاجات. مش هنعمل حاجة واحدة بس. هنعمل حاجات كتير قوي هنوسع المحل هنشتري لستة حاجات جديدة. وهنشتري موظف كشير. هنشتري اقصد هنوظف موظف كشير. المهم النهاردة ان شاء الله هنعمل تقدمات حلوة قوي. طبعا رماعة قبل ما ده نتسوش لايك ونشتراك ويلا بينا. ايب اول حاجة يلا بينا خلينا نشتري موظف الكشير. ولا نشتري ايه دستة حاجات? لا لستة الحاجات دي بخليها بعدين. عندنا والله لستة حاجات كتير مفتوحة. ووو. طب لا دي بعدين هنفتح ممكن ان احنا اه صحيح الفاتيخ يا ربي. طيب اه اول حاجة نيجي نشتري نوظف كشير. اهلا. وظفته بمية وهيشتغل وهياخد تمانين كل يوب. كويس اوي. بص يا باشا انا عاوزك تزبط الشغل يعني دي ما كل وقت حسب الناس يعني. تمام? انت عارف شغلانتك صح? طب يلا بينا خلينا نفتح المحل عشان ما نطولش يعني. اتكشير ده الصراحة هيوفر علينا شغل كتير قوي يعني مسلا مش هتطرعوا تكونوا شوية حاسب عن الناس. هو تلقائيا هيحاسب عن الناس يعني. خلينا بس نستنى كده حد ييجي عشان هو ايه نشوفه لو هيحاسب هو بنفسه ولا لا. الله. ان شاء الله يجا ما كدة تقدم في اللعب هنشتري العربة دي. الكادلة دي دي. هدي كادلة ولا دي ايه ما ايه دي. كادلة اه. في مرسيديس قدامه هناك ايوا ايوا. تفضل يا بايش المحل محلك وخد اللي انت عاوزه تفاضل تم حاجة انك هتحاسب. مه οو. فعلا بيحاسب اه وسنا ملاحظوا ان البطيء شوية. ايه ايه فيه عم سرع شوية. لو في ناس وقفين مسلا كتير هيتأخر شوية. بص انا هاعتبر انك لسه شغال جديد وهسامحك على البطء اللي انت في ده. بس صدقني لو لقيتك بتطول كده كتير فانا ممكن ارفيتك على فكرة. طيب اه خليني بقى نعمل ايه? نشتري لستة حاجات جديدة. يلا نشتري لستة حاجات جديدة. هنفتح الزبت فول سوداني. ونفتح ماركة تانية للدقيق. طبعا كلها ماركات محلية زي ما قولتلكم. مفيش حاجة مقطعة. وهنفتح زيت لست جوي. طيب. ورعينا بقى الحاجات الجديدة. يا سلام. طيب اه زبدة توقع مش محتاجة كل الحاجات اللي احنا جبناه اصلى مش محتاجة بصفاة فريزر. ممكن كده عادي نقدر نحطه في الطلريات كده عادي. طيب انا هعمل ايه بقى هشتري رف جديد ولا هشتري كم رف والله انا هنوة اوسع المحل. تصدقوا. توسيئة المحل اخليها بعدين عشان انا اصطراحة هيكون لسه مما محتاجن لسه نحاك وفوف ونحرك حاجات وكده وانا متصاحة شي ينفع نحرككم دلوقتي يعني فمن الافضل ان احنا نشخلي التوسيع على البكرة يعني ده افضل شي وآه نقدر نعفك نغير لون الوان بتاعت المحل بس غالية يعني مثلا نقدر نخلي ابيض اسود اه والله يختروحوا للون يا جماعة انا صنع محتاج السر ولا اقول لك خليه قبل سواني هو هيحط اللون بنفسه ولا انا اللي هحطه ولا ايه اللي بالزبط مش فاهم اقول لك خليه بعدين عشان مبلغ كبير وانا الصراحة يعني مش عاوي خاطر طبعا في هي ارضيات هيا نقدر نح هنا خشب هنا حلو الله طيب احنا جيبنا ستة حاجات فغالبا احنا هنحتاج تلت رفوف فخليني اجيب الرف ده ستمية جبنا تلت رفوف اه اخر هندخلهم بس جوه ما يعملوش زحمة بس ربا ايوة لا اه الكسر الرف الكسر الرف ايه ايه اوكي كويس رجعنا البوكسر طيب خلينا بقى نشتري الحاجات الجديدة عشان نيجي بكرة نعرضهم على طول عند لك عند هنا هوات الفول سوداني البتاع ده وده 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 اشتري مفروض نشتري من كل واحد اربعة خلينا نشتري من ده اربعة اه 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 ياساتر ربان ادفع مبلخ وزعبلي طيب بص انا هشتري اتنين من دولي طيب انا شاريت ايه بقى شاريت ايه انا شاريت ايه عشان مشتريش زبدة وكماش والله انا دفعت مبلخ وزعبلي يا ربى الكارتين دي كلها طيب اه خليهم يبقى بقى ولا شخاف انهم يتسرقوا قلوك دخلوا محسن دخلوا مش هنخسر حاجة يعني لو دخلناهم المحل والله كويس ان احنا وظفنا كشيرة اهو هيريح لنا الموضوع خالص بدل ما اعود احاسب عن الناس هو اه مشكلته انه بطيء حبة بس يعني ايف بالغرض يعني ان شاء الله يعني يشد الهمة شوية كده عشان ايه عاوزوا يحاسب بسرعة بدل ما اشغال كده واحدة واحدة ايه يا جدع سرعة شوية يا ربي الحاجة طيب احنا عاوزين نجمع مبلغ التوسعة عشان انا عاوز اوسع المحل ولا مش لازم يعني عادي نقدر نحط الحاجات كده والله انا جاد تخطيط في بالي ان انا مسلا احط هنا بفوف واحط خطه بفوف كده بس لا هياخد مساحة لا لا هياخد مساحة وهيبقى المكان متحسوا كده مليان كده عالفاضي مفيوش مكتوم كده انا مش عاوز كده انا عاوز يكون ايه مفتوح كده خلصنا ها تده تتفضل دلوقتي يلا خلصنا كده اليوم وطبعا هياخد اليومية بتاعته والكلام ده كله هياخد كل ايه اصطر اوكي خد الفلوس بتاعته طيب هو سعر البيض نازل وسعر الزيت مرتفع وبقية الحاجات نازلة سعر الجبنة سعر الجبنة يابا خمسة وعشرين يلا يعني خمسة وغوبة الله مش هيفريم على كتير عشان خلاص الكشروة اللي بيحاسب فنقدر يعني نحط اه سعر الماركت يعني بالزبط يعني والله الناس كتيرة منكو قالوا ليعمل الموضوع ده عشان انت بتخسر فلوس كتيرة وكده يعني طيب اتوقع ان انا هخلي يوم كمان شغال المحل في عشان انا عاوز اشتري التوسيع الصراحة والمشكلة ان التوسيع محتاجة سبعمين خمسين فيبخان نفتح المحل واتوقع ان انا مش هعبي حاجات لان الصراحة يعني انتم شايفين حاجات عاملة ازاي متكركبها فوق بعضها هنستنى بقى يا جماعة كده نقفك يوم كده عشان الحد ما ايه ان ايه لا ايه ان حد ما نجمع سعر اللي بتاع ده كده معا فيه هنا مجاري طفحة ايه اهلا اهلا يا بتاع الفراري بنرزقنا يا رب بنقدر نجيب فراري كده في اللعبة طلعا المدينة طلعت اصغر من الحارة اللي قدام بيتنا قالو المدينة اللي مساحتها متر في متر دي طلعا في محلات هنا كتيرة على الفكرة بس كلها قفلة نفيش ولا محل شغال فيه استنى استنى قدر انطفو العربية اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كده لا 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 ماذا اوكي يوقف اولينا باقى كدة انت رايح فين يا pace رايح فين انت اوكي لا لا شارط حواكي ايه ياسلام ايه؟ عشان خدني معاك حلو ها ما هو تراح فين بقى ياup اه ده هيعدى يليف هيعدى يليف فى حوالين نفسه تكلمني بس كده اقولى كده introduح فين اه ويف الاشرع هيجع لف فيديوه تاني انزل الهات العربية بتاعتك انزل انزل الله يا مان تلعبين افو حوالي نفسوه اوك اه الدينة بقى تضلن فخلان شغل نور المحل كده يا السلام وصلني معك اه اه اي حتة اي حتة انت عاصلت دينة عندها انا هروه استنى يا عم انت اما اكلمها كتب الترميلين والله يا حاجة غريبة يااخ اوه الناس دي غريبة يااخ اما اكلمه يحرم جميلين من العربية كده ايه دي ايه؟ طيب خلاص او قدرنا قربنا الجمع اك ايه جبنا سعر التوسع عوه محتاج بس اجيب تمانين دولار زيادة عشان ايه اليومية بتاعت الكشير ده عشان ايه مقاعدش يزعل وقول لك انت مديتنش اليومية بتاعتي وانا محتاج يعاوز اليومية وا 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 وكلام ده كله فبدل ما يزعل يب نديله الفلوس اه صحيح الفواتيب يا ربي يا الله راحت فلوس ختيرة بيحسب على الاتنين دول ان شاء الله بس يطلع حسابهم فل حيجيبوا تمانين تمانين زي ايه اذا بليز عشان احنا تمام حلو اوي لتس جو لتس جو مان انا دعا هطع ربيتك هطع ربيتك انا بقيت يا لأ تعال هيدا انا المهم كده خلصنا ويا برحم موظف خد المرتب بتاعه وخلينا بقى نجيب التوسيع بتاعتنا لتس جو ايا هودرك توسيع هنا بس طيب كويس استنى انا عندي خطة التوسيع التانية غالبا هيشتري للمكان ده كمان لأ انا مش هستنى التوسيع التانية توسيع التانية بألف وتلتمية يا لو لأ طبعا صعب استنىها دي يا اخي انا كنت مفكر ان هيجيب لنا بتاع ده كله بتاع ده كله حلو يا الله انا قصد يعني ان كان انا كنت مفكر ان هيجيب لنا الحتة اللي قدام دي هيجيب لنا هنا هيجيب لنا اي حتة اما ما فكرتش ما جالش في بالي خالص ان هشتري للمربع الصغير ده. ايه ده? طب استنى بقى. هناخد ده كده. كان فيه بالي فكرة حلوة بس يعني ابتدى بالتوسيع الخريبة اللي حصلت ديت. طب على عموم كده يكون زبطنا الحاجات فيه حاجات نقصة كتير قوي زي الماكارونا. تقريبا خلاص قرابطي خلاص. الجبنة مفيش جبنة اصلا. كويس. زبطنا يعني الوضع شوية معانه مش احسن حاجة بس يعني ده اللي نقدر عليه. المهم خبقى نفتح المحل ونستنى بقى كده لحد زباين يجوا ويزبطوا الدنيا يعني. طرى الباب ده اللي مكتوب عليه لك وايه اللي وراء الباب ده? نفس اعرف نفس افتح الباب ده وشوف اللي فيه. اهلا اهلا نشوف الحاجات الجديدة عندنا زيت زيتونة اهو. عندنا رز عندنا مكارونا مكارونا بتاع دي اسباجيتي اه. وعندنا دقيق جديد اهو ماركة ماركة تانية. وعندك اهوة ملح. وعندك اهوة آآ فون سوداني. ايه? نشوف اللي يعجبك. وخده. والله يا بقى نستنى كده لحد ما يخلص اليوم. اوك يا يا جماعة انا لاحزت ان الناس كلها عملت تشتكي من ان الكاشير ماملي. فنجيب كاشير تاني. والله اشوف. اوه ده سعره خمسمية. فيه كاشير اهوة تقدر تحاسف بنفسها. اوه. لا 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 تسعمية هولد. شدها يا جماعة ان انا حاطت منتج مش حاط عليه سعر. السلام على الزكاء. الله الله وعملين ياخدون بلاش. يا ربي. والله العزيم انا لسه اخدال. اه جدع ممكن تسرع شوية. يا صاحبي الناس مستنياك. معلش يا جماعة بالله يعني. مصبر شوية. يا جدع سرع شوية الناس مستنية طوابير. الله يا جماعة جاد في بالي اننا ممكن اخالي الجزل بتاع ده هنا. ولا لا لا اخالي ما كانوا حول ما كانوا بالبطء ده انا ممكن على فك اخصم نص يوم منك. انا هسامحك وهمشي هاخصم منك نص يوم. بس المرة الجاية لو لقيتك بتتأخر كده وساب الزباية كده هاخصم منك يوم كام. في حاجات هنا نقدر نعمل لها تغيير زي اسم المحل. اه والله في حاجات حلوة. خليها بعدين. حاجات ايه صراحة حلوة او فبعدين بعدين. خلاص كده خلصنا? طب الحمد لله. مخصوم منك نص يوم. عشان اللي انت بتعمله ده. ساب الناس كده وعمالي يشتكر كشير مليانة. سرع شوي. انا لو جي المكنك تك 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 هخلص الدنيا على طول في ثاني. انت بتطويل ايه? ما تبصرش كده. مخصوم منك نص يوم. وعشان البصة دي مخصوم منك نص يوم تاني. يعني ما فيه يعني مخصوم منك اليوم كل. اهو. اخذ يومية كامل. حمشيها لك المرة دي. بس المرة الجاي هخصم منك يومية كامل. يومية ايه? مش يومية واحدة يومية ايه? عشان اللي انت بتعمله دي. طب اتوقع كده يا جماعة ان احنا هنختم فيديو النهاردة. اتوقع شكرا لكم على مشاهدة نشوفكم على خير. طبعا في حاجات كتير او خلصانة. ان شاء الله وارا القليس عباها كلها يعني. وهحاول اجمع مبلغ حوالي خمس تلاف. عشان اشتري بقى ايه? اشتري المخزن ده. ويا يا جماعة كده كده كون خلصنا فيديو النهاردة. تمانع الفيديو اعجبكم. اعطوني نصائحكم عشان نقدر نطور السوبر ماركت بتاعنا بسرعة. فيبا سلام عليكم.